اكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن مملكة البحرين سجلت إنجازات متعددة في علوم الفضاء بفضل رؤية ودعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في طار تعزيز البحث العلمي في مجالات علوم المستقبل والعلوم المتقدمة ومنها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتي تشكل ركزة أساسية في تقدم الدول جاء ذلك لدى استقبال سموها السيدة كيسي سويلز نائب المدير المساعد وكالة ناسا للفضاء بحضور السيد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والشيخ خالد بن علي الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني والدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وخلال اللقاص أرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخطوات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين في مؤكبة متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل في علوم الفضاء والتأكيد على همية التعاون المستمر مع وكالة ناسا للفضاء في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز الاستغلال السلمي للفضاء علاوة على تأكيد سموه بأن مملكة البحرين ماضية بالاعتماد المستمر على الكوادر البحرينية وتمكينها من الابتكار والابداع والتمييز في هذا المجال من جانبها شادت نائب المدير المساعد وكالة ناسا للفضاء بالتطور الذي تسير عليه مملكة البحرين في علوم الفضاء عبر تتشين مشروع القمر الصناعي البحريني المنذر لما يشكله من إنجاز بحريني فريد من نوعه معربة عن شكرها وتقديرها للأسمو الشيخ ناصر بن حمد ترجمة نانسي قنقر